موسيقى السلام عليكم ماذا يحصل في تونس اعتقال رئيس ائتلاف الكرامة وعضو المجلس النيابي المنحل سيف الدين مخلوف على خلفية ما يعرف بقضية المطار يأتي هذا الإجراء بعد قرار من محكمة عسكرية بسجن خمسة نواب من كتلة ائتلاف الكرامة المعارض لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد وكان مرسوم رئاسي في الصيف الفائت قضى بعزل عشرات القضاة التونسيين بتهم فساد مالي وأخلاقي كما جاء في المرسوم تجيء هذه التطورات في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها تونس واتهامات متبادلة بين المعارضة التي تقول إن الرئيس يريد حصد الرؤوس معارضه السياسيين والرئيس الذي يتهم المعارضة بالفساد تارة وبالخيانة تارة أخرى بين هذا وذاك تعبر المنظمات الدولية عن قلق بالغ من تدهور الأوضاع الحقوقية في تونس وآخرها المنظمة العالمية المناهضة للتعذيب التي نددت بتنامي التعذيب النفسي على حد وصف المديرة القانونية للمنظمة إيلين ليغي تنامي التعذيب ضد معارضي الرئيس التونسي منذ الخامس والعشرين من تموز يوليو 2021 وهو تاريخ إعلان الرئيس إجراءات استثنائية في البلاد شملت إقالة الحكومة وحل المجلس النيابي نتوقف في حلقة اليوم من حديث العرب مع هذه التطورات لنبحث أدوات الصراع السياسي في تونس وإذا منضم أو ضم القضاء لهذه الأدوات التفاصيل بعد متابعة التقرير التالي البلاد ذاهبة في طريق يتسارع خطره ولا بد من وقفة جادة لكل عقلاء تونس وحكامها مدركين بأننا نمر بمرحلة انتقال ديمقراطي صعبة وعلى التونسيين استعادة الثقة في أنفسهم بهذه الكلمات عبر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل بقرار من رئيس قيس سعيد عبر عن تصوره للأزمة في بلاده مستشرفا عمق الهوة التي تندفع نحوها البلاد بفعل تفاقم الصراع السياسي بين الرئيس وخصومه الذين أطاح بهم من المشهد منفردا بالسلطة في تونس بحسب وصفهم الأيام القليلة الماضية حملت تصعيدا جديدا للأزمة بعدما اعتقلت قوة أمنية لسيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة المعارض لسياسات الرئيس متذرعة بصدور حكم من القضاء العسكري بسجنه 14 شهرا بتهمة إهانة الشرطة خلال احتجاج في مطار قرطاج عام 2021 خطوة أمنية نالت تنديدا واسعا من قوى المعارضة إذ قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشاب تعليقا على الأمر أن تونس اليوم باتت دولة لا قانون وإنها تعيش مرحلة محاولة اغتيال الحرية وهدم الديمقراطية والانتقام من الخصوم السياسيين حيث تؤكد منظمات حقوقية أن المحاكمات العسكرية للمدنيين أصبحت شائعة بشكل متزايد في تونس منذ انفرد قيس سعيد بالسلطة عام 2021 وحل البرلمان وأقال الحكومة يحدث هذا بالتزامن مع ذكرى مرور 12 عاما على الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي كما يحدث في وقت يتطلع فيه الشارع التونسي إلى إجراءات اقتصادية واجتماعية سريعة وفعالة تنقذه من البطالة وغلاء المعيشة وبالطبع يتطلع الشارع كذلك إلى إجراءات سياسية تنهي الأزمة وتضع البلاد مجددا على طريق الحرية والتعددية السياسية والبعد عن سياسات الإقصاء والتهميش التي تدفع بالبلاد نحو مستقبل غامض للتعليق على هذا الموضوع يسعيدني الترحيب بضيفي الحلقة مع حفظ الألقاب طبعا زياد بمخلى الباحث والكاتب في الشأن التونسي وزينا بالخنيسي الباحثة في قضايا الشرق الأوسط أهلا بكم ضيفية الكريمان نبدأ معك أستاذ زياد الأصل في مثل قضية مخلوف وأشباهها من القضايا أن يختص في النظر فيها القضاء المدني لكن في تونس حصل شيء مخالف تدخل القضاء العسكري حكم على الرجل وأربعة نواب آخرين بالحبس هل انتقلت هذه القضية من القضاء المدني إلى القضاء العسكري في ظروف طبيعية ومرت بمراحل قانونية طبيعية أم ثم تقفز ما عصف ما حصل؟ لا هو كل ما حصل هو خارج القانون هو تعصف على القانون دي للقانون فرض لمصار يريده رئيس البلاد قيس سعيد واضح جدا جدا في القانون التونسي في الدستور في كل القوانين أن المدنيين مكان مثول من القضاء هو القضاء المدني استخدام القضاء العسكري يأتي في إطار تصفية حسابات سياسية مع الخصوم السياسيين هكذا يفهم بشكل مباشر وهذا يعيد للعقول والتاريخ كان يستعمل فيه بنع للقضاء العسكري ضد خصوم السياسيين لتصفيتهم في معنى كذلك أن هؤلاء كذلك كأنهم يقفون كمتهمين بالخيانة العظمى بضرب أمن الدولة قيس سعيد يريد أن يجعل من قضية وقوف خصوم السياسيين أمام القضاء العسكري قضية ذات لكن عفوا يعني الرئيس ليس حاضرا الأهل بيننا أو من يمثلوا أو يدافع عنهم يعني القضية فيها نظر إلى حد ما يعني النواب هؤلاء هاجموا رجال أمن يقومون بمهمة وطنية للحفظ أمن الدولة يقومون بواجبهم فيها نظر أن يختص القضاء العسكري خصوصا وأن هناك اتهامات من قبل السلطة لبعض القضاء المدنيين بالفساد لا لا هو الأمر ليس كذلك ودليل على ذلك أن هناك إجماع تونس اليوم على أن هذا التمشيه مخالف تماما للقانون الدستوري إجماع القوى السياسية إجماع القوى السياسية وحتى القوى الحقوقية كل المؤسسات ومنظمة الحقوقية في تونس أدانت رغم خلاف السياسي المباشر مع الموقفين والمحامين على القضاء خاصة أعضاء اتلاف الكرام باعتبار أنهم يمثلون حالة من قوسين ممكن الضدية مع طيارات سياسية أخرى بشكل واضح وواضح جدا ولكن برغم هذا مثلا حزب العمال التونسي الشيوع اليساري أصدر قبل أيام بيانا واضحا في أن هذا مخالف للقانون وما يحصل هي تصفية يعني سياسية وهي خارج القانون تماما وخارج الأطر العدالة الطبيعية هذا واحد ثانيا القضية قضية سياسية بامتياز لأن النواب الذين قاموا بما قاموا به سيف الدين مخلوفة اتلاف الكرام ومن معه يومها من النواب فيما عرف بقضية المطار قاموا بأدوارهم كنواب شعب استنجدت بهم مواطنة تونسية تعسف عليه القانون وصدر حقها يقوموا بدورهم تحت قمة البرلمان ليس في الشهر لا لأن نائب دوره الأساسي مع المواطنة توسف متابعة مشاغله يعني كل النواب في العالم يتنقلون من أجل متابعة مشاغل مواطنيهم منظوريهم ناخبيهم وبالتالي التحرك على عين المكان بدل أن يحمد وبدل أن يشكر وبدل أن يقال أن هذا السلوك الطبيعي الذي يمكن أن يقوم به ويجب أن يقوم به أي نائب في دفاع عن مواطنيه وفي دفاع عن ناخبيه وفي إجراء القانون يصبح هذا الإجراء متهما وهبجدا أنه كان هناك تعسف على القانون وتجاوز لهذا القانون فالأصل في أن تكون المحاكمة في القضاء المدني وأن تتوفر فيها شروط الشفافية والحوكمة والعدالة الواضحة وأن يحق لهؤلاء النواب أن يحاكموا كما يحاكم الجميع ما يحصل هو خارج القانون تماما قضية كذلك الاعتقالات والشكل المشين في الاعتقال البنقوسين الهجمة الإعلامية التي تهيئ لاستهداف هؤلاء قضائيا واتهامهم بأنهم يعني خارج القانون وباعتبارهم يتوجهون لأمن الدون ويضربون الأمن العام كل هذا مدونات وحاول أن تصنع مشهدا معينا وأن تحكمها وأن تكون هي الضحية والجلات في نفس الوقت وحاول أن تصنع مشهدا معينا زينب من رسائل التي يراد تمريرها أو تعميمها من وراء هذه المحاكمات والاعتقالات من المرسل ومن المستهدف ومن رسالة طيب أنا أول شيء شكرا على الاستضافة دعني أعقب على السؤال الأول أن مسألة هذه القضية هي من القضايا بصراحة العبثية لأن اتصلت بها قرنة اتصال القضاء ويعني أن هذه القضية قضية سيف الدين مخلوف تم ترافع بها أمام القضاء المدني واستنفذت كل مراحلها من الابتدائي والاستئنافي والتعقيبي وتم استماع إلى الشهود وبالتالي هذا في القانون التونسي يسمى اتصال القضاء أنه لا يمكن تقديم هذه المحكمة هذه القضية إلى محكمة أخرى وهذا بالفعل يعني تم تحويل القضية إلى القضاء العسكري بعد أربعة أيام هل هذا التحويل كان قانونيا؟ لم يكن طبعا لم يكن قانونيا لأن هذا مخالف لإجراءات القانونية حتى هو تم تأويل تأويلات الفصل الخمسة بمجالة المرافعات العسكرية التي تم لي هذا النص القانوني الذي استثني فيه مسائل أن يمكن المدني أن يكون أمام القضاء العسكري في حين استثناءات ولكن أن تونس هي مواقعة على اتفاقية جهانسبورغ التي تمنع ترافع المدنيين أمام القضاء العسكري في حقيقة الأمر هذه هذه المسائل هي ضرب بالقوانين وبالقوانين الدولية والمواثيق التي وقعت عليها تونس طبعا هي يعني رسائل يورد منها الكثير وليس القليل أو البداية كل شيء دعنا أن نؤصل لهذه الإجراءات أو لهذا المسار أنا في رأيي هو لا يندرج فقط في إطار ضرب الخصوم السياسيين تحبت مشروعه السياسي بغض النظر بغض النظر عن التكلفة مهما كانت سواء كانت الصدام مع الخصوم السياسيين سواء كانت التكلفة الاقتصادية والوضع الانهيار الوضع الاقتصادي في تونس سواء كانت الصدام حتى مع المجتمع المدني ككل فهذه رسائل التي يريد أن يرسلها الرئيس بأنه ماظم في تحقيق مشروعي السياسي الذي يعني بدأه من الاستشارة القانونية الاستشارة الإلكترونية عفوا والتي كانت النسب الإقبال عليها ضعيفة ثم الاستفتاء الدستوري الذي كانت عليه النسب ضعيفة جدا وقطعته حتى المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي واعتبره يعني حتى لجلة البندقية قالت بأن حفيهين تم الإعراض عن الاستفتاء الدستوري فأن الدستور 2014 هو سري المفهول اعتبرته سري المفهول هذا ربما يبحثوا بشيء من التفصيل بعد قليل لكن أنا مهتم جدا بمعرفة الرسائل التي تريد السلطة أن تمررها إذا ما افترضنا أن السلطة تقف بشكل متعمد كما قال الأستاذ زياد في هذه القضية فمن رسائل المرات ولمن؟ الرسائل هي أن قيل سعيد ماضي فيه مشروعه السياسي مهما حصل مهما ذلك ما كلفه ما كلفه حتى ولو صارت المؤسسة الدولة نحو الإنهيار حتى لو تم ضرب كل الخصوم السياسيين كل شخص يقف فيه لماذا تم استهداف التلاف الكرامة وحركة النهو وغيره لأنهم أعلنوا منذ إعلان ما يسمى الإجرات الاستثنائية والتي ثبتت يعني بعد ذلك أنها انقلاب مكتمل أركان هم أعلنوا أنهم هذا انقلاب وأنهم معارضين وأنهم يريدون العودة إلى المسار الطبيعي فتمت محاكمة كل شخص صرح بذلك بما فيهم المنصف المرزوقي يعني تم الحكم الرئيس الأسبق يعني الرئيس الشرعي الأول لتونس بعد الثورة يعني فالرسالة هذه هي رسالة أن الرئيس ماضي في المشروع وسوف يستخدم كل أدوات الدولة وأن هذا المسار ما كلفه ما كلفه فأنه سوف ينظفه طب طب يعني زياد يعني هناك عتب على الخطاب الإعلامي الذي تقدمه المعارضة والنقاد والمتابعين التونسيون بمعنى أنهم سريعا يخلصون إلى خلاصات نهائية بين أن الرئيس دائما يتهم هو وأذرعه بأنه يريد أن يستحوذ على السلطة ويحصد رؤوس معارضي كذا ألم يكن الرئيس منذ البداية واضحا عندما أعلن بأنه يريد أن يحارب الفساد في البلد وأن البلد قبل أن يستدم الرئيس السلطة كانت في حالة فوضى مستشرية وفساد مستشري في كل مؤسسات الدولة لماذا يسارع إلى اتهام الرجل مباشرة ودائما لا هو لم يسارع بالبر باتهام قيس سعيد قيس سعيد أخذ كل ما يحتاج من وقت من أجل أن يثبت أنه فاشل قيس سعيد استنفذ كل الوقت ليثبت أنه استبداد استنفذ كل الوقت ليؤكد أنه بلا مشروع ولا يملك أي رؤية لإنقاذ البلاد صحيح أنه استلم بلاد فيها فوضى صحيح أنه بنى مشروع على أنقاذ مشروع سياسي متهالك للأسف ساهمت فيه المعارضة السياسية ومن كان يحكم البلاد قبل انقلاب 25 يولي ولكن الفوضى زادت بقدوم قيس سعيد الجوع جاد بقدوم قيس سعيد التوازنات المالية والاقتصادية انهارت بقدوم قيس سعيد يعني كل مشاكل البلاد زادت غرقا البلاد تغرق اليوم بعد قيس سعيد كل ما بشر به قيس سعيد التونسيين بأنه سيعالج أوضاع البلاد أنه سيحارب الفساد يليته حارب الفساد هو ما فعله أنه عزز الفساد داخل البلاد لأن الدولة زادت ضعفا وبالتالي لوبيات الفساد زادت اقتدارا وتمرت أكتر في امتصاصي بين قوسين دماء التونسيين اليوم هناك يعني انفجار في الأسعار بشكل غير مسبوك هذه ظاهرة عالمية ظاهرة عالمية ولكن في تونس يعني بشكل غير مسبوك تسعى بالمئة نسبة التضخم في تونس نعم نسبة التضخم يعني منخفضة مقارنة لا ليست منخفضة هذه كلها مؤشرات مؤشرات كذابة انصح التعبير لأن المؤشرات الحقيقية تحيل التصريف الاتماني اللي تونس يعني نزل إلى سي ماينس وهو تقريبا يحيل على أن هذا الاقتصاد صار اقتصادا متهالكا وغير قادر تونس على أداء بين قوسين الإفاء بتعهداتها أمام المؤسسات الدولية والنقدية والمؤسسات والشركات الكبرى اليوم تونس لا تستطيع الشراء الكثير من الأدوية والمنتجات الأساسية للسوق التونسية إلا إذا دفعت بالكاش إلا إذا دفعت نقدا باعتبار أن صورتها في المنتظم الدولي في السوق الدولية أنها دولة المنهارة وأنها دولة غير قادرة لإفاءة بتعهداتها اليوم هناك مشكلة حقيقي في موضوع يعني مشاكل يمكن أن تعد في المستشفيات في المدارس نحن قريبين من كون أنه مئات الألاف من التلميذ لم يلتحقوا إلا تونسية محروم من معرفة نتائج أبنائها في المعاهد الثانوي باعتبار رفض الأساذ ذات المعاهد تسليم الأعداد للوزارة يعني مشاكل بالجملة لا يمكن تصورها بعد إقدام قيس سعيد على انقلابه فقيس سعيد عودة استنفذ وقته خدع نجح في خداع تونسيين وخداع طبقاء السياسية يريد اليوم الاستمرار في الاستحواذ فقط بعد الانتخابات في دورها الأول هذه المهزة الانتخابية التي لم يشهد لها العالم ممثيلا في عصر الحديث التي لم يشارك فيها إلا ثمانمائة ألف مواطن تونسي من أصل تسعة مليون معنين بالانتخاب أصر قيس سعيد على الاستمرار فيها وإقامة دورها الثاني بعد أيام فيما يتعلق بالمشاكل الإدارية والمشاكل المتعلقة بالمدارس والبنية الصحية والتعليمية ربما يقول قائل متابع بأن هذا لا يتحمل مسؤوليته قيس سعيد لأن هذا قضية تراكمية على مدى عقود سابقة الدولة العميقة والدولة النظام السابق لكن أعود إليك مرة أخرى أليست المعارضة هي من يتحمل وزر هذه المشاكل التي يمر بها تونس بسبب انفراط عقدها بسبب عدم رؤيتها بسبب عدم توحودها بسبب ارتكابها تجاوزت حتى وهي خارج السلطة بغير هذه الطريقة كيف يمكن أن يضبط البلد الرئيس طيب هي المعارضة صحيح تتحمل مسؤولية حينما كانت في السلطة لأنها كانت سلطة الأمس وتتحمل المعارضة المسؤولية بوصفها معارضة اليوم فبالنسبة لسلطة الأمس هي المعارضة يعني نحن كلنا متفقون في تونس بأنها كان فيها إشكالات كبيرة وكان هناك أزمات أدت في الأخير إلى هذا المسار الذي نحن فيه فهي جزء من هذه المشكلة وليست المسألة فقط مفتعلة من الرئيس ولكن الرئيس استثمر في الجو الذي كان سائدا في تونس فكان هناك إشكالية بين الرئيسية الثلاث في مسألة من يرأس بين رئيس السلطة والبللمان والحكومة هناك داخل البلمان كان البلمان محتدما وكان فيه صراع دائما وكان دائما هذا البلمان يصور إلى الشعب التونسي بأنه منشغل بقضايا وبمسائلاتهم والشعب التونسي والدليل أن في أواخر 2019 حينما كانت عريضة إسقاط الغنوشي يعني هذه المعرضة تريد السير فيها كانت نسبة كبيرة جدا من الشباب تغادر البلاد بطريقة غير شرهية فالبللمان أعطى صورة يعني المعرضة الأمس أعطى صورة بأنها غير مهتمة بمشاغل الناس الاجتماعية والمنوال التنمعي تعرف أستاذ جهاد هو مهم جدا فيما يسميه يعني علماء السياسة في تحويل النظام السياسي قرارات إلى تطبيقات تطبيقات يجب أن يكون هناك موارد وهذه الموارد في الحقيقة الأمر لم تكن موجودة بسبب أن هناك ضرفية اجتماعية مأزومة بسبب أوضاع دولية سواء الكورونا أو سواء الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية جاءت فيما بعد ولكن أتحدث عن قبل الجراءات الاستثنائية كان هناك أزمة بداية أزمة اقتصادية كان هناك أيضا إشكالية في تونس يعني أن الاتحاد خاض إضرابات كبيرة جدا داخل مؤسسات الاقتصادية وتم يعني خروج العديد من الاستثمارات من تونس كان الدينار التونسي يتهاوى وكان هناك يعني مشاكل كبيرة جدا فالمعارضة لم تكن على قدر هذه المشكلة وكانت يعني يعني منشغلة بهمومها السياسية داخل الصراعات الإديولوجية داخل البلمان واليوم هي أيضا تتحمل مسؤولية وإن كانت استطاعت أن تلتئم في جزء منها سواء إجابة الخلاص سواء بقية المتضمات السياسية ولكنها أيضا اليوم هي ليست على صعيد ولا كلمة رجل واحد هي منقسمة في حقيقة الأمر ونحن جزء من المعارضة لا يريد أن يضع يده في يد جبهة الخلاص بسبب وجود حركة النهضة وبالتالي نحن نتحدث أن الحقد الإديولوجي أو الصراع الإديولوجي ما زال مهيمنا على أطراف كبيرة جدا داخل المعارضة في تونس وهذا سنبحثه في المحور الأخير من هذه الحلقة لكن إذا ما كان الرئيس يستثمر في وضع سياسي معقد من قبل كما تقول زينب الخنيسي معنا في الستوديو أو أنه يريد أن يحصد رؤوس معارضيه كما يقول زياد بومخلا في الحالتين نريد أن ننتقل إلى الحديث بعد الفاصل عن مدى دخول القضاء التونسي إلى دائرة الصراع وتحوله إلى أداة من أدوات الصراع السياسي في الدولة التونسية نواصل هذا الحديث بعد فاصل قصير الوطن هو أمي وأبي الوطن قبل كل شيء هو الهوية هو منه أنا ومنه أنت ومنه إحنا كنا الوطن طمأنينة الوطن راحة الوطن استقرار تنزل في المطار تشعر أنه أنت غير يعني ما تحتاج شيء أنه أنت هذا بلدك يعني وأهله كيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد ولاد طفولة ناسه وأهله الوطن هو أغلى شيء في حياتي إنسانه هو الماء الذي نشرب أغلى شيء في تسوير والنائب في المجلس النيابي المنحل سيف الدين مخلوف أستاذ زياد أنعم الله عليك فيما يتعلق بقضية ليست فقط قد يكون مفهوماً اعتقال نواب بغض نظر عن طبيعة المحكمة عسكرية أو مدنية اعتقال نواب وساسة ومحاكمتهم إلى آخره لكن قد يصعب على التفسير صدور مرسوم رئاسي بتنحية عشرات القضاة من مهامهم ومناصبهم هذا يعني يدفع إلى القول إذا ما كان هناك إقحام للسلك القضائي ضمن الأدوات الصراع السياسية هل وصل الأمر إلى هذا الحد أم ما زال الحديث عن هذا باكراً طبعاً هذا داء بكل الأنظمة الاستبدادية لأنها حتى تعطي شرعية لقراراتها وخياراتها تستوظف القضاء من أجل تصفيت خصومه السياسين وهذا الذي ذهب في قيس السعيد مباشرة قيس السعيد بالمناسبة بدأ مبكراً حربه على القضاء منذ اعلن انقلابه 25 يولو وهو يدندن حول ضرورة أن يكون القضاء شفافاً وعادلاً وناجزاً ولكن الذي لا يقال أن يكون القضاء خادماً لسيادته والدليل على ذلك أنه حل المجلس الأعلى للقضاء السابق وشكل منذ ذلك الوقت المجلس الأعلى للقضاء المؤقت الذي ما زال مؤقتاً منذ أشهر والكان الأولى به أن يذهب إلى تشكيل مجلس الأعلى للقضاء دائم منتخب هذا واحد اثنين ميزانية 2023 لم تتضمن أي بين قوسين مخصصات للمحكمة الدسترية في دلالة واضح على أن قيس سعيد ترك المحكمة الدسترية خلف ظهري وأنه لا يريد للبلاد أن يحكمها أو أن تعود إلى محكمة الدسترية تراقبه وتسدده وتوجهه يعني وتكون حكماً بينه وبين الأطراف السياسية الأخرى في حالة الخصوم السياسية أو في حالة الاختلاف على قضية ذات طابع دستور أو ذات طابع قانوني البسألة الأخرى لا شك أن قيس سعيد وظف القضاء لكن جواباً عن سؤالك القضاء الحقيقة بين قوسين أنا شخصياً فجأني وفاجأ الكثير من النقبة السياسية القضاء التونسي يقاوم ومن هنا تحية حقيقية يقاوم لأنه رفض الاستسلام لطلبات قيس سعيد المتكررة بأن يكون جزءاً من أدواته في تصفيت خصومه السياسيين جزء من تحويل قضية منتهية في القضاء المدني القضاء العسكري التي هي قضية الحالة التي نتحدث عنها قضية قيس سعيد المخلوف والنهم هو لعجز قيس سعيد عن اختراق منظمة القضاء المتماسكة يفسر قراره بإقالة 57 طبعاً كل الهياكل القضائية اليوم موحدة يعني جمعية القضاءات المجالس القضائية والكلها يعني لها فعاليات نضلية ومقاومة مستمرة لإجراءات قيس سعيد وهناك محاولة لتركيح هؤلاء قيس سعيد أعفى بجرة قلم من 57 قاضي دون أي وجه حق حكمت لهم المحكمة الإدارية تقريباً ل 47 منهم بالعودة إلى وظائفهم وزارة العدل رفضت تنفيذ القرار وأحالت جزء كبير منهم على بن قوسين ورفعت عليهم قضاءات قضايا ذات طابع جنائي من أجل أنها يعني تقطع الطريقة ما معودتهم أحد القضاءات اتهمها قيس سعيد وهو رئيس الدولة في شرفها وحكم لها القضاء منذ أيام بأنها معافات من كل هذه التهم وكان هناك انتهاك كبير جداً آخر يعني ما يمكن أن يحصل يعني أنه قيس سعيد بالفعل أراد أن يوظف كل ما يمكن من أدوات الضغط على المجلس الأعلى للقضاء وعلى المجلس الأعلى للقضاء المؤقت وعلى كل القضاءات ولكنه لم ينجح في ذلك بأي شكل من الأشكال وبالتالي القضاء اليوم مفخرة من مفاخر الانتقال الديمقراطي وهي مؤسسة تعافت من التوظيف وهي مؤسسة تقاوم إلى حد اليوم يعني النقاط مهمة يعني صلت الضوء عليها يعني توجيه الرئيس بعزل عشرات القضاء ثم بعد ذلك رد القضاء عليه بأنه بإعادتهم إلى أعمالهم ثم السلطة التنفيذية وزيرة العدل امتنعت عن تنفيذ قرار القضاء المدني يعني هل نحن في صراع قضائي بين السلطتين القضائية والتنفيذية برأيك أم لم نصل إلى هذه المرحلة بعد؟ في حقيقة الأمر نحن بدأنا هذا الصراع في أشهر قليلة بعد الإجراءات السلطانية والدارة ننقل الإنقلاب فدعني أذكرك أخي جهاد بأصل الحكاية بدأت عندما استدعى الرئيس دائرة المحاسبات وطلب منه التقرير المتعلق بمسألات الخروقات ما بدأ له الخروقات المالية فيما يتعلق بالانتخابات والتمويل الأجنبي وغيرها وأراد من خلال القضاء تحريك دعاوة ضد الخصوم السياسيين حتى تكون تصفي عبر القضاء وبالفعل بتاريخ واحد خمسة تم تقديم أكثر من 19 شخصية سياسية ذات ثقل نقول في الشأن السياسي التونسي للقضاء وكان الرئيس يريد أن يحكم عليها بالسجن ولكن القضاء كيف هذه الخروقات بأنها جنحة وليست جناية وبالتالي هي لا تستوجب السجن مباشرة لكن وجود صراع ما بين السلطة القضائية هذا أريد أن أقول وجود صراع ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ألا يعني في نهاية المنظف أن هناك نوعا من الحراك السياسي ونوعا من الحريات تحت كناف الرئيس طيب هو المسار بدأ من هنا من رفض القضاء الحبس 19 شخصية التي تم تقديمها إلى القضاء وبدأ هنا مسار أن الرئيس بدأ بقطع التمويلات على المجلس على القضاء ثم يعني بدأ بالحقوض حملة إعلامية حولهم وكان يقول أنه يعني في بتاريخ واحد ثمانية الفين وعشرين كان يقول أن القضاء هو وظيفة وليست سلطة مستقلة ثم يعني ألغى المجلس وحل محله مجلسا مؤقت القضاء في حقيقة الأمر يعني هو تركيبة وليس قضاءا واحدا في تونس لا يمكن أن نقول أن القضاء نزيه أو القضاء فاسد هو القضاء من ما شك فيه أن المؤسسة من مؤسسة الدولة التي ارتأت بعد التحولات يعني التحول الديمقراطي الذي حصل في تونس أن تستقل بنفسها لأن هذا يعني في صالح القضاء أن يكون يعني مستقلين في أداء مهامهم وهذا ما ينصص عليه الفصول من 112-117 من الدستور القديم الذي ينصص على أن من مهام مجلسا على القضاء هو السهر على استقلالية القضاء فلا يمكن أن نقول بأن أنا لا أقول لك أن القضاء المدني هو قضاء يعني مستقل تماما ولا أقول لك أنه فاسد تماما والدليل أن الرئيس حاول هو يحاول بالتأكيد يعني فاذ يعني التصفيات من خلال هذا القضاء أحيانا يفشك يعني مثلا قضية الآن العريض أمام القضاء مدني أليس كذلك قضاء مدني وهو الآن يعني محبوس بتهمة يعني هي مضحكة في حقيقة الأمر عدم القيام باللازم للحد من الظاهرة السلافية التي أدت إلى ذهاب التسفير الشباب وهذه ليس علي حكم محدد هي أصلا هو ملاف مضحك في حدث الأمر لا يوجد يعني مثلا الغنوشي كان يستجوى معه أكثر من 12 ساعة والتقليل في كتبه هل هي كتب تؤدي إلى التكفير أو لا تؤدي إلى التكفير ولكن عندما يفشل هناك هناك قضاء شرفاء وهناك قضاء يعني استجابوا للتعليمات للقضاء التعليمات لأنه نقول فعندما يفشل الرئيس ويجد ممانعة في القضاء المدني يذهب القضية إلى القضاء العسكري فهي لا يمكن الحديث عن نسق واحد هذه النقطة أبني عليها يعني إقحام القضاء إذا ما صح التعبير وهذا ما فردته أنت إقحام القضاء في الصراع السياسي بين الرئيس وخصومه ماذا يضيف للمشهد التونسي المتأزم أصلا بمعنى ما التأثير الذي سيحدثه سيحدثه في الساحة السياسية التونسية في المرحلة المقبلة تأثير خطير جدا لأنه بالنهاية نعم أنت لن هو ضرب لوحدة الدولة أنت كنت تتحدث بما يقال نحن نعيش صراع كبير جدا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وزارة العادل تتصرف كأن القضاء تابع لها وكأنه جهاز إداري وجهاز يمكن أن توظفه بشكل الذي تريده وبالتالي هناك مقاومة في المقابل من هيكل القضاء المختلفة هذا يهدد وحدة الدولة أخطر ما يقوم بقيس سعيد منذ قدومه هو تفتيت الدولة وأحلتها إلى كانتونات ومتصارعة ومتضاربة تتحكم فيها اللوبيات على المستوى السياسي لا شك أن هذا سيعيدنا خطوات كبيرة إلى الوراء بعدما بذلت النخبة السياسية على المستوى الدستوري على المستوى القانوني على المستوى السياسي على المستوى المناخ العام ما يساعد القضاء على التعافي من أمراض الماضي من أمراض الاستبداد ومراض توظيفه في الصراع السياسي اليوم نعود بهذا القضاء للمربع الأول من المربع التوظيف لمربع أن يكون مخترقاً المربع الذي يذهب فيه إلى التعليمات هذا كل انتكاسة حقيقية عن مكتسبات مهمة تحققت مع الثورة خلال العشر سنوات الماضية في الوقت الذي كنا يجب أن نذهب فيه إلى تثبيت وتركيز المحكمة الدستورية ألغينا أصلاً فكرتها بالمرة ولم نوفر لها العهد المالي المطلوبة كما قلت منذ قليل في ميزانية 2023 هناك كذلك هذا المشكلة اليوم هناك فرز من داخل القضاء هذا يضرب ثقة القضاءة والهيكة القضائية في بعضها البعض ويحيل هذه المؤسسة كذلك السلطة إلى سلطة فيها ارتباك ولا تشتغل بشكل كافي لك أن تتصور كذلك أن نسيت هذه في النقطة قيس سعيد عطل لأول مرة في تاريخ البلاد الحديث للحركة القضائية تصور أن القضاءة منذ أشهر ينتظرون الحركة القضائية السنوية التي كان يجب الأصر فيها أن يعلن عنها قبل أشهر وهذا دليل على أنه والمجلس الأعلى للقضاء المؤقت الذي عينه قيس سعيد نفسه اعترض على إجراءات قيس سعيد وبذلك هناك أزمة إلى حد اليوم وإلى اليوم برغم أنه مجلس معين ومؤقت وبتعين من قيس سعيد إلا أنه رفض هذا الجنون الذي يقدم عليه قيس سعيد وإلى اليوم أحواء القضاءة معطلين يعني الناس في كثير من دور القضاءة في البلاد تذهب ولا يوجد القاضي المناسب للنظر في القضية فتتعطل يعني مصالح مرانون وغرغم أنه قيس سعيد أول من ناد إلى ضرورة التسريع وبالقضاء الناجز وبالضرورة فوسقط فيما كان يدعو إليه استعملت مصطلح الجنون وحقيقة مصطلح الجنون جنون القضاء وجنون المحاكمات مصطلح وارد على عدد من أسنة المعارضين والحقوقيين وحتى النخب التونسية وتحدث زياد قبل لحظات عن أن إقحام القضاء في أدوات الصراع السياسي ضمن النخبة السياسية في تونس أمر خطير وله تداعيات خطيرة طيب هل يملك السلك القضاء الآن في تونس من تقنيات أو آليات القوة ميكانيزمات القوة ما يؤهله لدرء الهجمات عليه إذا ما سلمنا بأن هناك هجمات متعمدة؟ هو مما لا شك فيه هجم على السلطة القضائية هي خطيرة على سلامة المجتمع لأن السلطة القضائية في الأخير هي أحد فروع السلطة بشكل عام واستقلاليتها يعني أننا نعيش داخل نظام ديمقراطي وهي الدعامة الأساسية حماية الحريات في حماية الحريات ليست فقط للسياسيين ولكن حتى للمواطنين العدنيين وانتهاك واستباحة يعني حرمة القضاء واستقلالية القضاء هذا ينظر بأن البلاد تذهب إلى طريق لكن هذا القضاء يملك التونسي من القوى ما يحميه من أو يدرأ عن نفسه آثار هذه الهجمات؟ الإشكالية أن القضاء التونس بعد الثورة مثل ما أخبرتك قبل قليل حاول أن يقوم بمؤسسات تحميه في استقلاليته وتحميه من تدخلات السلطة التنفيذية لأن عبر تاريخ تونس بناء ذاتي نعم عبر تونس عفوا تاريخ تونس الحديث كان دائما السلطة التنفيذية تتدخل في السلطة القضائية لتصفية الخصوم السياسيين فالرئيس بورجيب أحدث محكمة أمن الدولة التي صفى من خلالها النقبيين وخصوم السياسيين ثم الرئيس بن علي صفى خصوم السياسيين من خلال المحكمة العسكرية مع أنه ألغى محكمة أمن الدولة والآن يأتي الرئيس قيس سعيد لتصفية خصوم السياسيين من خلال القضاء العدلي والقضاء العسكري فالقضاء في تونس هو تنبه لهذه الخطورة هذه المسألة بعد الثورة وكان في أحدث المجلس الأعلى القضاء الذي هو أعلى سلطة قضائية استحدثت لاستكمال المؤسسات الدستورية وكان يصير في هذا البنحة تم انتخاب 45 نائباً فيه أو عضواً فيه ثلثين تم تعينهم من قبل البرلمان والبقية تم انتخابهم فيما بينهم وكان لديهم منذانية وكان له ممشى نحو الاستقلالية ونحو البناء مؤسسات تحميم تدخلات السلطة التنفيذية حتى لا يقع ما وقعنا فيه من قبل ولكن مع الأسف هذا المنجز الذي تم بنائه تم هدمه من خلال الإجراءات الاستثنائية أو المرسيم التي أصدرها الرئيس وبالتالي اليوم نحن لا نتحدث أن القضاء لديه آليات ولكن لديه الآن إرادة مثلاً جميع الشبان القضاء وغيرها من هناك خمسة هيئات قضائية أعلنت أنها لا تقبل بهذا المسار حتى أنها تظاهرت وأعلنت مثلاً قبل يومين أن تم تقديم أكثر من 30 شكاية ضد وزيرة العدل من قبل هؤلاء القضاء المعزلون فالقضاء الآن يقاوم ولكن من غير آليات قوية لأن الآليات القوية تم مع الأسف هدمها طيب ما زال في الحديث في بقية تأتيكم بعد وقفة أخيرة نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلو كل ذلك في برنامج تحت الضوء أهلا بكم إذن أستاذ زيان محاكمات واعتقالات والوضع يبدو أنه في غموض لكن في تسارع بالخطوات من قبل السلطة من المستفيد من كل هذه الإجراءات ومن الخاسر في تقديري قد يكون جوابي غريبا ولكن أنا أظنه هو الحقيقة المستفيد الأكبر هو الشعب التونسي لأنه يتعرف أكثر على حقيقة قيس السعيد وكما قلت على أنه لا يمتلك شيئا لإستصلاح أوضاع البلاد وأنه عليه أن يرحل وأن شعب التونسي يجب أن يفكر في بديل عن هذه الورطة التي أوقع فينا الشعب يتعرف أكثر على قيس السعيد هذا يعني كلاما ضمنيا أن الرئيس ما ذاله يحظى بحضورا في أوسط الشعبية يحظى بشيء من الحضور ولكنه استهلك جزءا كبيرا من شعبيته في تقديره ولم يبقى إلا القليل الدليل وجاء والجواب وجاء في الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي أقامها على المقاس وكما قلت لم يذهب لها إلا 800 ألف أو مليون على يعني رواية هيئة الانتخابات وبالتالي نحن نتحدث عن حالة من الرفض الشعبي لمشروع قيس السعيد المشروع الذي أصلا إذا خبرت أي شاء إذا سألت أي مواطن تلسي ما هو مشروع قيس السعيد لن يجيبك لأنه هذا مشروع هلامي هو مشروع فرداني بالنهاية تبين أنه مشروع مجانب لقضية محاربة الفساد لاستصلاح القضاء لإعادة الحياة يعني الأخلاق للحياة السياسية كل ذلك وبالتالي المستفيد الأكبر أنا في تقديري هي الشعب التونسي أولا التجربة الديمقراطية في تونس ثانيا بمعنى أن التجربة الديمقراطية تستفيد من ناحية تالية أنه في المرحلة القادمة يجب أن نكون منتبهين بشكل كافي أن لا نسلم البلاد لأي شخص يرفع شعارات شعبوية يخدعنا فيها يدعي أنه ضد التطبيع أنه مع حقوق المواطنين أنه سيقيم نظاما عادلا وناجزا كل هذا اليوم يجب أن يستفيد منه إن شاء الله الانتقال الديمقراطية المسألة الثالثة المستفيد كذلك هي النخبة السياسية إن أحسنت فهم الرسالة كذلك يعني هذا مشترط بفهمها للرسالة وبمركمتها لدروس التي تراكمت منذ عشر سنوات لأن النخبة السياسية تساهم فيما تسهم فيه في استمرار قيسة سعيد في السلطة باستمرار اتكابها لنفس الأخطاء باستهلاكها لنفس الخطاب بتقديمها لنفس الوجوه أنا لنخبة السياسية اليوم هناك فرصة مواتية الشارع التونسي أنا في تقديري مهيئ للدخول في حالة يعني معارضة لقيسة سعيد لكن هذا مشترط كذلك وشرطه الأساسي أن يجد طبقة سياسية موحدة تحمل مشروع للإنقاذ قادرة أن تقنعه من جديد أنه ممكن سأبحث معك هذا بعد قليل هو تحدث عن النخبة السياسية وأنا أقول المعارضة السياسية النخبة السياسية تشمل السلطة والمحيطين بها وهو ما ترفضانه على الأقل تقدير أنا أريد أن أسألك عن المعارضة السياسية كل ما يحصل هذا وإقحام القضاء في أدوات الصراع السياسي هل يمكن أن يعود بالنفع على المعارضة السياسية بطريقة تساعدها على توحيد صفوفها لتشكيل أرضية سياسية قوية توقف تمدد السلطة التنفيذية على الأقل كما تقول المعارضة وتغولها في البلاد أم أنه إضعاف هادئ ومنظم للمعارضة وقطع الفرصة على أي وحدة مستقبلية كيف ترين الأمر؟ هو يعني يؤتي الأمرين في نفس الوقت يعني هو سوف استهداف المعارضة بهذه الطريقة من خلال القضاء العسكري سوف يعدي بالتأكيد إلى إضعاف المعارضة في جزء منها عندما تكون يعني أنت معطل ومسجون ومكبل وحرمتك الجسدية والحريتك داخل السجن ما شك فيه أن ذلك سوف يضعف المعارضة والرئيس هو ما أقدم على هذا الفعل حتى إلا ليتخلص من خصومه السياسي ويستفرد بالساحة لتطبيق مشروعه السياسي ولكن في نفس الوقت كما أخبرت هو يعود بالنفع كذلك لأن اليوم في تونس هناك إجماع كبير جدا وواسع بغض النظر عن موقفهم من اعتلاف الكرامة هم يرفضون تدخل القضاء العسكري في المحاكمات المدنية لأنهم يعرفون أن هذا السقف إذا سقط سوف يسقط على الجميع لأجل ذلك كانت البيانات منها إمادة المحامين الحالية قالت أن هذه قرارات ظالمة منظمة هيومن ويتش حتى المنظمات الدولية منظمات العفو الدولية نعم رفضت هذه المحاكمات وهو في حقيقة الآن تزيد في حزلة الرئيس لأن الرئيس من خلال هذه الإجراءات يبعث برسائل الخارج بأنه ماضي في مشروعه الاستبداد والمشروع تفرد بالسلطة وهو الذي أوصل في تونس إلى ما وصلت إليه اليوم ومقاطعة المؤسسات المانحة والمالية بسبب نظر إلى تونس لم تعود هي الدولة هي بداية الربيع العربي والتي يمكن أن يستثمر في مسألة الديمقراطية فيها أصبحت هي الدولة المستبدة والدليل على ذلك في خلال مؤتمر دافوز مؤخرا سئلة رئيس الحكومة من قبل الصحفي عن الديمقراطية والحرية في بلادها وتهربت من هذا السؤال في محاكمة المعارضة من خلال القضاء يعني سواء العسكر أو المدني فهو رسائل للخارج بأن هذا بطبيعة هذا النظام وطبيعة مسارات هذا النظام وهو رسالة أيضا المعارضة في الداخل المعارضة في الداخل يجب عليها أن تتوحد لأن من خلال التجارب التاريخ أثبتت أن لا يمكن المعارضة أن تقاوم النظام استبدالي يعني سواء في مرحلة برقيبة أو بن علي لا من خلال التوحد ولنا خير دليل في هيئة 18 أكتوبر يعني حينما المعارضة التونسية توحدت بيسارها ويمينها وقوميها داخل هيئة منتظم سياسي واحد للدفاع عن الحقوق والحريات فبالتالي نعم هي أكثر من واجهة يمكن أن تكون ضرر على المعارضة في مستوى تكبيل حريتها ولكن في نفس الوقت المعارضة أعلنت خلال كل المنابر الإعلامية مثلا أنا تبعت أن هذه القرارات لن تثنيها في الدفاع عن الحقوق والحريات والمضي قدما في مشروعها لكن جملة المشهد يوحي بأن تونس تدور في حلقة مفرغة فللرئيس قادر على حسم الأمور وإضعاف وإزالة خصومه السياسي من المشهد إذا مسلمنا بأن هذا وارد في حساباته ولا المعارضة تمتلك رؤية لحل حقيقي ينهي حالة التشضي في البلاد كيف يمكن لكسر هذه الحلقة المفرغة برأيك؟ كسرها ليس بالأمر الهيئ ولا بالأمر البسيط ولكنه ممكن ممكن في الحالة التالية في الحالة أنه هناك أن يجتمع الشارع الاجتماعي كما يقال هذا يقول الكثير من المحلسيسين تونسيين مع الشارع السياسي الشارع الاجتماعي الواسع المواطن الواسع الذي يهمل حمومهما يومه في قوته ومعاشه وفي استبداد هذه الدولة التي تريد أن تنهي حلمه في عيش كريم والشارع السياسي أي الشارع الذي تقوده المعارضة السياسية بأطياف المختلفة وبمكوناتها المختلفة شرط الالتقاء هو تنازل من الطبق السياسي ومن المعارضة السياسية في أن صراحها الحقيقي ليس فقط مع قيس سعيد صراحها الحقيقي كذلك مع ذاتها في أن تطور من ذاتها في أن تطور من أدواتها في أنها تعترف بأخطاء في أن تعطي خطابا جديدا في أن تقدم قيادات جديدة لقيادة الشارع في أن تلتحم في أن لا تكون معركتها مع قيس سعيد معركة لتحسين شرط التفاوض وإنما معركة لإعادة استئناف الانتقال الديمقراطي بالمعنى الحقيقي ما أدواتها في ذلك؟ لديها كثير من الأدوات أنت تتحدث عن شخصيات سياسية ضاربة في المضال السياسي راشد الغنوشي نفسه قال وهو أكبر زعيم سياسي الآن في البلاد قال بأننا لا نملك قوة صلبة لا مال ولا نخاب ولا قوة اقتصادية في الدولة هو اعترف بعظمة لسانه بهذا الكامل ومتى كان هذا شرطا لعمل شرط ابتداء لعملية التغيير الشعب التونسي لما انتفضها وثارة في 2011 لم يكن أي من هذا متوفر لدي لكن لا يثور الشعب كل يوم صحيح أنا أقول بالتالي اليوم لا يمكن أن تشترط هذا يعني ابتداء حتى يتبدأ عملية التغيير عملية التغيير عملية متكاملة فيها جملة من الشروط السؤال يعود إلى راشد الغنوشي ما الذي فعل خلال عشر سنوات حتى يستصلح المؤسسة القضائية والمؤسسة الأمنية حتى تكون مؤسسات جمهورية في خدمة النظام الديمقراطي فهنا المشكلة ومع هذا أنا وأكد أنه جزء من المؤسسة الأمنية وجزء من المؤسسة العسكري وليست كلها يعني من خرطة في خيار الديمقراطي والنظام الجمهوري ولكن تحتاج أن تجد طبقة سلسية حامل الحقيق لهذا المشروع ليس كل طبقة اليوم المؤسسة الأمنية وكل المؤسسات الصلبة خلف قيس السعيد بالمعنى الحقيقي جزء منها قلق جدا من سلوك قيس السعيد ويعتبره مدمر لاستقرار البلاد والاستقرار الدولة التونسية فيما استقرت عليه من نموذج يعني معين وبالتالي لا يمكن تخيل أن كل قيادة الأمنية على النحو الذي نراه أو ممكن أنه يسوق وبالتالي ولما يحصل التغيير يعني أنت تطلب من الأمن ومن العسكري ومن القضاء ومن المؤسسات أن يكونوا معك في الوقت الذي لا يوجد على الشارع ما يؤكد أو على مستوى الطبقة السياسية ما يؤكد هناك طلب حقيقي على التغيير أو هناك مشروع حقيقي لإنقاذ البلاد وهناك سؤال حقيقي النخبة السياسية التي فشلت في قيادة البلاد في العشر سنوات الماضية ما الذي قدمته من نقد حقيقي لمرحلتها السابقة وبالتالي ما الذي تبني عليه من مشروع جديد لإنقاذ البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على المستويات المختلفة أنا في تقديم لم تقدم المعارضة السياسية إلى حد الآن ما يجعل الشرع التونسي يعيد بناء ثقة معه وأكثر من ذلك نجح قيس سعيد في أن يحاصل التبق السياسي في مربع الدفاع عن الحريات وحقوق تنظمها المعركة أكبر من ذلك بكثير وبالتالي اليوم مهم جدا أنه يعني طريقة طرح البديل السياسي تكون مختلفة تماما عن الشكل الكلاسي كما الذي تفعل المعارضة كل يوم يعني من فترة إلى فترة تنزل إلى الشارع من فترة إلى فترة تحاول أنها تقيم ندوة صحفية عملية التغيير لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق في الحين أن الشارع يغلي بالمعنى الحقيقي طبيعي جدا أن لا يلتقي السياسي بالاجتماع عندما تمارس نفسه حدثت عن ماذا قدمت المعارضة وماذا فعلت لكن قبل الحديث عن التقديم والفعل ينبغي أن نسأل ماذا تريد المعارضة هل لديك سؤال عن ماذا تريده المعارضة؟ وهل المعارضة كلها بكل أطيافها موحدة حول هذه الإرادة؟ لديها هدف واحد؟ في حقيقة عمل هذا معلوم جدا المجتمع المدني والمعارضة اليوم في تونس منقسمة هناك من يطالب رحيل الرئيس جبهة الخلاص وتعتبر أن الرئيس جزء من المشكلة وتتبنى مبادرة ترشيح شخصية قضائية مستقلة ومسألة انتخابات مبكرة والعودة إلى دستور 2014 هناك من تعتبر أن هذا المسار برمته يعني هو مسار ضد الدولة في تونس أبير موسى وجمعتها هناك اتحاد الشغل الذي يرعى الآن مبادرة تسمى مبادرة انقاذ البلاد وتسمية المعارضة مبادرة انقاذ الرئيس هذا الانقسام يزيده ضعفا على ضعف أكيد هو يزيده ضعفا على ضعف وخاصة في ظل هذا التشضي وهذا الاستحكام بالسلطة كما تقولون يعني ما الحل؟ يعني أنا دعني أذكرك يوم 14 جنفي عندما خرج الشارع السياسي ولم يهرج الشارع الاجتماعي نعم خرج من ثلاث جهات يعني الأجابة الخلاص خرجت من شارع وعبير موسى خرج من شارع واتحاد العام تونسي للشغل خرج من شارع وحتى يعني نقابة الصحفيين قامت بوقفة احتجاجية أمام نقابتها فهذه المعارضة من ما لا شك فيه أنها منقسمة وأنها يعني عندها مشاكل يعني ندعنا نقول أنها كانت في الأمس القريب في السلطة وأن هذه السلطة أدت إلى اختلاف الآراء والانقسامات الغريب زينب أنها منقسمة وحتى وهي محصورة في الزاوية ومهددة وجودياً هذه إشكالية الأعداء اليدولوجي أولاً هناك يعني هناك جزء من المعارضة لا يريد أنه لا يعترف بحركة النهضة ولا يريد أن يضع اليد فيها ويعتبرها جزء من المشكلة هناك جزء من المعارضة لا يعترف بهذا المسار برمته برغم أن هذا المسار هو الذي فسح له النشاط لك أن تتخيل هذا التناقض وهناك جزء من المعارضة يعتبر أن مسألة المبادرة يجب أن تكون جامعة فهناك رؤى متعددة وهذه الرؤى المتعددة وهذه الانخلافات من لا شك فيه أنها أضعفت المعارضة وجعلتها مقسمة وهو ما قوى موقف الرئيس حتى أمام الشارع التونسي الشارع التونسي يقول لك أين مشاريع هؤلاء لما هي غير مقنعة ثم ماذا فبالتالي وعليه فهذا الانقسام هو أضعفها من ما لا شك فيه ستبقى الحلقة مفرغة في تونس برأيك؟ الحلقة المفرغة في تونس لا تأكيد عندما نعود إلى التاريخ السياسي في تونس عندما سوى خلال حكم بن علي أو حكم بورغيبة مع الأسف الشديد أقول لك أن الحل لم يأتي من النخب السياسي مع أن المعارضة اليوم تقول عن نفسها بأنها متقدمة يأتي من الشارع؟ أقول لك يأتي من الشارع أمام قوى صلبة عندما رئيس بورغيبة عندما حكمه يصيب بالعجز ولم يحكمه أصبح مستعصى على دولة تونسية وقع انقلاب ثم أنا بن علي عندما صرت الاستبداء وغيره وقع الثورة فالمعارضة لم تكن هي الحل الفاصل الجذري للمشكلة تأزم الرأس السلطة أو تأزم الحكم في تونس أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في ختامها ضيفي الكريمين زياد بمخلى الباحث والكاتب في الشأن التونسي وكذلك زينب الخنيسي الباحث في قضايا الشرق الأوسط في حراسة الله ترجمة نانسي قنقر